كورونا الذي غير خارطة العالم بنسبة 360 درجة ظهر اللقاحات من فترة قصيرة جداً الناس كثيرة تسأل هنأخذ اللقاح الصيني أو اللقاح الأمريكي أو البريطاني أو الرويسي أحسن أو ما بالضبط اليوم سنتحدث عن كل اللقاح على حدة ما أهم مميزاته ما أهم عيوبه نأخذه في فترة بين كل جرعة وجرعة إمتى أهمية الجرعة الثانية يجب أن نأخذها أو كفانك نأخذها نأخذ اللقاح أو لا نأخذها أسئلة كثيرة جداً هنجاوبكم عليها بالمحتوى ده من جوة الصيدلية السلام عليكم وأهلاً بكم من جوة الصيدلية هنتكلم النهاردة على تاني لقاح موجود هو لقاح سينو فارما ويمكن أن اللقاح سينو فارما أو اللقاح توفر هنا في مصر سينو فارما هي شركة مملوكة للحكومة الصينية وأخذ موافقة الصحة العالمية في استعمال وحالات الطوارئ في مايو 2021 ويمكن هناك دول استعمالته قبل التاريخ وأخذت موافقته نهاية تستعمالها على أراضيها زي المغرب ومصر والإمارات وهذا نتائج كويسة جداً وبدأت كوفيكس التابعة للمنظمة الصحة العالمية اللي هي مسؤولة عن أن هي توصل الأدوية أو اللقاحات للدول اللي هي مش قادرة أن هي توفر اللقاح إذا كانت تشتريه أو تصنعه ومعظم الدول النامية أو دول العالم الثالث أو الدول الإفريقية والعربية أن هي توصل لها بحيث أن يبقى فيها عدالة في توزيع اللقاح على كثير جداً من سكان الأرض ليس دول تأخذ اللقاح كله وسكانها يأخذ اللقاح وفي دول ما تلاقيش أي نوع من أنواع اللقاحات فعشان كده كوفيكس في طريقها أن هي برضه يعني عقار أو لقاح أسترازينكا بدأت توزعه ولقاح سينوفرما من الحاجات اللي هي هتبدأ توزعها في القريب العاجل كتير مننا أخذ لقاح سينوفرما أو هياخده فلازم نبقى عارفين هو بيشتغل كيف جسمنا والسيرنجة اللي بتتحطي في دراعنا بتشتغل كيف الزبط يمكن لقاح سينوفرما مختلف عن تحضيره عن لقاح أسترازينيكا وفايزر هو محضر بالطريقة الكلاسيكية التقليدية جداً لتحضير اللقاحات يمكن هو بيعيبين الفيروس وحطينه في المعمل بنسيبه التقاصر وبعدين بنديله علقة محترمة جداً يعني بنحط عليه مادة اسمها بروبريولاكتون بروبريولاكتون دي بتدمر كتير جداً من الحمض الوراثي اللي هو RNA فبالتالي بيصبح الفيروس فيروس كورونا فعلاً بس مجهد واخد علقة ما يقدرش ولا يتقاصر جوه الخلية ولا ينقسم وبعد كده بعد ما الفيروس بنديله البروبريولاكتون وببقى فيروس ضعيف وتقريباً شبه خامل بنحقنه جوه جسم الانسان ففعلاً فيروس كورونا بس خامل فبيخش الجسم يبدأ المناعة بتاع الجسم تتعامل معه يعني بطريقة سريعة جداً بتبدأ تطلع اجسام مضادة تبدأ تاخد خلايا زاكرة تبدأ تفصله تفصيل بحيث ان هو تبدأ تطلع كل الاجسام المضادة اللازمة والاجسام المضادة دي فايدتها ان احنا دلوقتي خلاص شوفنا الفيروس ده وعرفناه اول ما نيجي بقى نتعرض لفيروس نشط في الحياة الطبيعية لما نتعامل مع الناس بطريقة عادية يبدأ الجسم لقد شفت الفيروس ده قبل كده وعندي ليه الاسلحة والمعدات اللي لازمة ان انا اقدر ادافع بيها عن نفسي نبدأ نطلع كل الاجسام المضادة وخلايا زاكرة والفيروس النشط ده نقضي عليه بسرعة قبل ما يتقاصر عشان كده هي دي فايدة تطعيمات ان احنا خدنا اللقاح في طريقة ضعيفة كونا منه خلايا زاكرة قدرنا نقضي على الفيروس بطريقة كبيرة اللقاح بتاع سينوفارما متحضر بالطريقة زي ما احنا قلنا الف بيتا القيحات فيه يعني لقاحات كتيرة جدا موجودة بنفس الطريقة زي لقاح الانفلونزا والقاحشة الاطفال والتاب الكابدي كلهم بيعتمدوا ان احنا نجيب الفيروس ونضعفه والجسم يتعرف عليه ويكون منه اجسام مضادة هناخد الجرعة بتاعة لقاح سينوفارما ازاي فبتاخد الجرعة اولية اللي هي الجرعة المناعية وبعدها بتلات اسابيع من 21 يوم ل28 يوم بتاخد الجرعة التعزيزية يمكن ده بيختلف عن لقاح استرازينيكا اللي بتبقى بعد 3 شهور الجرعة اولية اللي هي بتبقى طبعا فايدتها ان الجسم يتعرف على الفيروس ويبدأ يطلع الاجسام المضادة وخلايا الزاكرة الجرعة التعزيزية اللي هي بعد 21 يوم ودي الجرعة مهمة جدا 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 ان خلايا الزاكرة تكونت وفي نفس الوقت الاجسام المناعية او الاجسام المضادة اتكونت لما بتاخد الجرعة التانية ده ينشط بطريقة كبيرة جدا الاجسام المضادة وبيخلي خلايا الزاكرة تعمل زي استنساخ لنفسها يخلي الاجسام المضادة تقعد في الجسم فترة اكبر يخلي فعالية اللقاح تقعد معك فترة اكبر يعني من 3-6 شهور بطريقة اكبر بكتر جدا يمكن ان تدرخize الجرعة التعزيزية في حاجة مهمة جدا ان انت لما تاخد اللقاح لازم الجرعة التانية تكون من نفس اللقاح يعني مديدا تأخذ اولا من لقاح استرازينكا وتروح المرة الجاية تاخد الجرعة التعزيزية من لقاح سينو�ورما لا يجب الجرعة الاولانية التانية تكونوا من نفس نوع اللقاح لان كل لقاح تحضر بطريقة معينة من مميزات لقاح سينو�ورما انهو سهل التخزين يمكن أن هناك دول كثيرة جدا لا يوجد نظام التبريد بطريقة عالية جدا. يعني هو تحافظ في درجة من 2 إلى 8 درجة موئية. يمكن أن هناك درجة حرارة التلاجة. في دول مثل الدول النامية لا يوجد الإمكانيات أنها تحافظها. يعني لقاح مثل فايزر. فايزر يجب أن تحافظ في درجة حرارة تحت 70-70 تحت الصفر. فطبعا هذه تحتاج معدات كبيرة جدا. لا تكون متوفرة في الدول النامية. نحن لفعالية اللقاح. ويمكن أن هناك الكثير من تتحدث عن اللقاح سينوفرما لم يأخذ موافقة الصحة العالمية. وهو أخذ لغاية الوقت في مايو 2021 موافقة الصحة العالمية. أنه يستعمل كلقاح في حالات التوارئ. طبعا أي لقاح يمر بثلاث مراحل. أول مرحلة يمكن أن يستعمل في حيوانات التجارب. وتاني مرحلة يستعمل على نطاق قليل جدا من الناس. يعني حوالي عشرات من الناس. طبعا لنرى فعالية اللقاح. وفي نفس الوقت درجة أمان اللقاح. ويمكن عصر إعقار سينوفرما أو لقاح سينوفرما تخطى المرحلتين دول بطريقة كبيرة جدا. وفي دول كتيرة جدا استعملت بعد المرحلتين دول زي الإمارات ومصر والمغرب. وحوالي خمسة واربعين دولة استعملوه. يعني فعالية اللقاح كانت عالية جدا. يمكن مية في المية من الناس حماها من الإعراض الشديدة أن هي تؤدي للوفاة أو دخول المستشفيات. ويمكن في الإمارات وصلت نسبة نجاحه 95%. دعنا نتفق أن أي لقاح عندما نقول 95% سينوفرما بي يعمل 95% نجاحه. وأسرا زينيكا 80% وفايزر 90%. هذا يختلف من حاجات كثيرة جدا وعمل كثيرة جدا. يمكن أهمها أن نستعمل اللقاح في بلد غير بلد تانية. طبيعة السكان مختلفة. قوة الفيروس في بلد تختلف من قوة فيروس في بلد تانية. تحورات الفيروس يمكن أن يكون هناك سلالة موجودة في بلد. ونستعمل فيها لقاح. ونظلم اللقاح التاني عندما نستعمل اللقاح التاني مع سلالة أخرى. فهي أهم شيء في اللقاح. هو بيعمل نسبة نجاح كم في المية أكثر من هو بيعمل كنترول على الأعراض. يعني أنه يقب نسبة 100% من الناس يحتلوها أو تخش المستشفى لنسبة كبيرة جدا. فوق السبعين في المية أنه يقل الأعراض المتوسطة دي برضه نسبة عالية جدا. فلقاح سينوفرما لغاية دلوقتي ماشي أنه هو الأعراض المتوسطة الأعراض الشديدة عمل عليها كنترول بطريقة كبيرة. مين يا ترى يقدر يأخذ لقاح سينوفرما؟ أي حد فوق 18 سنة ممكن يتوجه يأخذ عقار سينوفرما حتى لو كان أصيب كوفيد نينتين قبل كده. بس يجب أن يكون عدى على الإصابة 90 يوم عشان الأجسام المضادة المتكونة في الجسم خلال الإصابة. فيه ناس طبعا لازم تسارع أو يعني تتوجه بسرعة أن هي تأخذ عقار سينوفرما أو أي لقاح بأن هي الفئات الأكثر خطورة. الأطقم الطبية الناس اللي هي عندها أمراض مزمنة أو كبار السن. أمراض مزمنة طبعا كسمنة وضغطة وسكر وقلب وكوليسترول وحسية. والناس دي طبعا ببقى معرضة أكتر أن هي تصاب بكوفيد نينتين. فيه ناس يعني أو الناس الممنوع عنها أن هي تأخذ اللقاح دوت. طبعا أي حد عنده حسية من مقونات اللقاح. أي حد بيعاني من حرارة أو ارتفاع في درجة الحرارة. أي حد مخالط لحد عنده كوفيد نينتين بيستنى 14 يوم لو مظهرش عليه أعراض ممكن يتوجه يأخذ اللقاح ده. طبعا أي الأثار الجانبية اللي هي ممكن توجهنا لما ناخد لقاح سينوفرما هي أعراض بسيطة جدا وهو يعني من حاجات الكويسة جدا أنه ما سجلش يعني حاجات شديدة الخطورة. يعني هو يعني وجه مكان الحقن، صداع، إرهاق، ممكن شوية خمول أو كسل. وده حاجة موجودة مع معظم أو كل اللقاحات حتى يمكن لقاحات الإنفلوانزة أو اللقاحات العادية. ولو اشتكنا من الأعراض دي ممكن ناخد حاجة مثل البرستامول من قرس القرسين كل 8 ساعات. خلال يومين 3 من لقاء الأعراض دي اختفت تقريبا تماما. غالبا الأجسام المضادة والمناعة اللي بنتسبها بعد ما ناخد لقاح سينوفرما من 3 ل 6 شهور. طبعا احنا بعد ما ناخد اللقاح لازم برضو نلتزم بالإجراءات الاحترازية أو الإجراءات الولقائية. يمكن أن ننقل هذا الفيروس بطريقة ما الأشخاص لا يأخذون التطعيم أو اللقاح. وفي نفس الوقت يمكن أن يكون لديهم أمراض مزمنة وممكن سهل جدا أن يبان عليهم أعراض. كما قلنا المناعة بتقعد من 3 ل 6 شهور. حتى الآن ممكن الأبحاث لغاية دلوقتي ما قالتش يعني هما بيقولوا أنها تقعد أكثر من كده. ويبقى تطعيم سنوي زي تطعيم الإنفلوانزا يقعد يعني سنوي يغطي سنة معانا. حتى الآن برضو الدراسات اللي اتعملت على لقاح سينوفرما أثبتت أن التحورات أو التغيرات الفيروسية اللي حصلت في فيروس كورونا برضو ما أثرتش على فعالية اللقاح. يعني هو برضو بيعمل كنترول كويس جدا حتى مع التغيرات اللي حصلت في فيروس كورونا. اللقاح مش قرار زي ما احنا قلنا شخصي قبل كده. لا اللقاح او اختيار ان انت تاخد اللقاح حاجة مهمة جدا مش بس عشان تحافظ على نفسك. لا ده عشان تحافظ على مجتمعك عشان نقضي على فيروس كورونا. يعني احنا لو حسبناها بحسبة بسيطة ان مية في المية من الناس اللي هيصابوا في فيروس كورونا احنا بنقلل الموضوع ده بنسبة تمانين في المية. عشرين في المية بس من الناس هي ممكن تصاب. ولو اصيبت لقدر الله مش هتبقى محتاجة ان هي تروح لمستشفى او تتوجه لحاجات ممكن تنفذ صناعي او عناية مركزة. هنسيب الاماكن دي لناس تكون محتاجاها اكتر اللي هي الناس الاصحاب الامراض المزمنة. هنقلل شوية الضغط على الطائم الطبي اللي تعب جدا خلال السنتين اللي فاتوا دول ووقع منهم شهداء كتير في المجال الطبي. موضوع كبير جدا اللقاح يمكن هو الطريقة المسلى ان الحياة ترجع لشبه طبيعية. مش هنقدر نقول انها ترجع طبيعية مية في المية ولكن ترجع لشبه طبيعية. يعني كل واحد يقدر ياخد اللقاح يتوجه. خد اللقاح اللي متوفر قدامك يعني مش هنقدر نختار اللقاح اللي احنا هناخده. ولكن الحاجة الوحيدة اللي احنا فإن احنا نختار ان احنا فعلا ناخد اللقاح المتوفر. ادمتم ان شاء الله بصحة وعافية. وهنتكلم بإذن الله في المحتوىات الجديدة عن اللقاحات الاخرى اللي موجودة بإذن الله. ولو في اي سؤال ياريت شاركونا بيه في الكومنتات وتقولوا ان اخدتوا ايه اللقاح اللي توفر عندكم في بلادكو. ونلتقي بإذن الله في محتويات جديدة تكون مفيدة من جوه الصيدلية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر